بسم الله يهلاً يوم تستيerte مع الآن buildings بردالجة اخرى درس جديد من الواحدة التانية خلصنا على معادلة المستوىكرت المعادلة مهمة جيداً وهنا نستخدمها النهاردة كثير وتطبيق عليها كثير قوي مع المستوى النهاردة هي اخذ درس جديد اسمه معادلة المستوى في الفراغ معادلة المستوى في الفراغ احنا كنا قلنا ان معادلة المستقيم تحتاج لإيه؟ لنقطة متجه اتجاه عليه نقطة متجه اتجاه هما المعادلة المستقيم المستوى بقى تحتاج إيه؟ قالك تحتاج نقطة في المستوى وتحتاج متجه اتجاه عمودي عليه متجه اتجاه يكون إيه؟ عمودي عليه يعني عامل زوجة قائمة عمودي على المستوى يحتاج نقطة متجه اتجاه عمودي يبقى معادلة المستوى تحتاج نقطة في المستوى ومعادلة اتجاه عمودي طب ايه هي معادلة المستوى؟ معادلة المستوى لها 3 صور معادلة متجهة وصورة عامة ومعادلة احدثية معادلة المتجهة بيقولك انت بتشوف النون اللي هو العمودي وتشوف النقطة ويبقى المعادلة المتجهة هي عبارة عن نون في ره بتساوي نون في الف. طبعا زي ما احنا عارفين ان الره دي اي نقطة في المستوى. الره اي نقطة في المستوى. يعني ده متجة اتجاه عمودي. على المستوى. الره اي نقطة. في المستوى. والنون متجة اتجاه العمودي. تبو الف. والف دي نقطة معلومة. يعني هنا الره اي نقطة في المستوى اللي هي سين وصاد وعين وبنعوضش عنها. اما الف نقطة معلومة في المستوى. تكون في المستوى. يبقى المعدلة متجهة هي نون في ره بيساوي نون في الف. دي المعدلة المتجهة. طيب المعدلة المتجهة اقدر اكيد منها الصورة العامة والصورة الاحدثية. طب ازاي يا استاذي. شوف يا سين. لو انا جيت النون دي. حطتها مثلا فرطتها بالف. وبه وجين. في الراء اللي هي سين وصاد وعين. بتساوي الالف والبه والجين. في الالف ذاقة اللي هي النقطة المعلومة. هنقول مثلا ان هي دلوقتي سين واحد. وصاد واحد وعين واحد. يبقى كده لما اضرب دول هيبقى يديني. الف سين. زائد به صاد. زائد جيم عين. ولما اضرب دول هيبقى الف في سين واحد به صاد واحد جيم في عين واحد هديني رقم. فالرقم ده خلينا نسميه دال. يبقى الصورة العامة هكون الف سين زائد به صاد زائد جيم عين بتساوي دال او ناقص دال يسوي صفر. او ناقص دال يساوي صفر. يعني نقدر نكتبها الف دال بصاد زائد جيم عين ناقص دال يساوي صفر. دي كده اسمها الصورة العامة. الصورة العامة ويبقى الصورة العامة معاملات السين والصد والعين هو متجه الاتجاه العمودي العمودي على المستوى والدال هي ناتج ضرب المتجه العمودي في نقطة في المستوى لكن أقدر أطلع من هنا متجه الاتجاه الأصلي اللي تعمل بالخط لكن ما قدرش أطلع النقطة لأن النقطة هتختفي جوة الدال جوة الدال دي النقطة هتتضرب وتتجمع فمش هتبقى موجودة مقدرش هتطلعها يبقى معدد المستوى أقدر أطلع منها في الصورة العامة المتجه الاتجاه العمودي الأصلي لكن ما عرفش أطلع منها النقطة ونشوف مثال بالوقت الصورة الإحداثية بقى قالك الصورة الإحداثية هتاخد متجه الاتجاه اللي هو ألف تضربه في صين ناقص صين واحد والب في صاد ناقص صاد واحد والجين في عين ناقص عين واحد دي كده اسمها المعدل إيه؟ الإحداثية يبقى دي أو الصورة الصورة الإحداثية طيب يا أستاذ بس أنا عاوز أفهم أكتر تعال ناخد مثال بالأرقام عشان نوضح لك الدنيا دي أو الصور دي ماشي أزاي؟ لو فرضنا إن فيه نقطة موجودة في المستوى اسمها 2 و 3 و 4 وإن فيه متجه اتجاه عمودي عليه عبارة عن واحد وسالب واحد و 2 وطلبت منك معادلة المتجهة دي المستوى معادلة المتجهة هيبقى نون في ري بتساوي نون في ألف طيب نعوض يا أستاذ يعني هيبقى واحد وسالب واحد و 2 في ري بتساوي واحد وسالب واحد و 2 في الألف اللي هي 2 و 3 و 4 لغاية كده إنت وصلت لغاية إيه؟ دي اسمها الصورة الصورة المتجهة دي الصورة المتجهة طيب عاوز أطلع منها الصورة العامة يا أستاذ طيب عاوز أطلع الصورة العامة هتكمل هيبقى دي سين و صد و عين هيبقى واحد في سين ناقص صد واحد في صد زائد 2 في عين بتساوي هنطلع بقى ده ضرب القيص بنعرف نجيبه واحد في 2 في 2 سالب واحد في 3 بسالب 3 2 في 4 يبقى 2 و 18 و نقص 3 يبقى السين ناقص الصد زائد 2 عين ناقص 7 بيساوي صفر دي كده اسمها الصورة الايه العامة الصورة العامة خلي باقي الصورة العامة هتعرف تطلع منها متجهة الاتجاه العمودي الأصلي هيبقى واحد وسالب واحد و 2 لك مش عارفة طلع منها النقطة اللي اتعملت بيها مش زي معادلة الخط المستقيم كنت بقى عارفة طلع النقطة وطلع متجهة الاتجاه هنا مقدرش اطلع النقطة الاصلية اللي اتعمل بيها طيب كمان اعرف اطلع المعدلة الاحداثية اه هتيجي بقى هنا هتقول واحد واحد في سين نقصين النقطة اتنين وبعدين سالب واحد في صاد نقص صاد النقطة تلاتة زائد اتنين في عين نقص عين النقطة اللي هي 4 بيتساوي صفر دي كده الصورة الاحداثية الصورة الاحداثية يبقى تاني نقول بقى معادلة المستوى بتيجي ازاي بص معايا معادلة المستوى عشان نقدر نعملها لازم يكون عندي نقطة في المستوى ومتجه اتجاه عمودي على المستوى نقطة ومتجه اتجاه العمودي لها كم صورة ثلاث صور صورة المتجه الصورة العامة الصورة الاحداثية الصورة المتجه نون اللي هو المتجه اتجاه العمودي في راق بيسوي نون في ألف والصورة العامة بتيجي من الصورة الاحداثية بنضرب داف ده ضرب اتجاهي ضرب قياسي اهو هيبقى الف سين زائد به صاد زائد جيم ناقص ده ليسوي صفر ثم الصورة الاحداثية هيبقى الف سين ناقصين النقطة زائد به فصاد ناقص صدد النقطة زائد جيم في عين ناقص عين النقطة يديني الصورة الاحداثية واخدنا مثال بالاركام عليك طيب تعال بقى نشوف ازاي نقدر نطلع متجه الاتجاه العمودي ده وبقى انهي طريقة بص معي عشان اعرف ازاي اطلع متجه اتجاه العمودي وطلع معدلة المستوى فهو دايما الازم اكون عارف ازاي المستوى يتعين يعني ازاي يعرف ان ده المستوى بتاعي طرق تعيين المستوى هيه اللي بيجا عليها الاسئلة فتعيين المستوى يعين المستوى بتلت نقطة طيب يعني بتلت نقطة يعني ايه؟ يعني هيديك نقطة الف ونقطة بي ونقطة جيم طب لما هيديني أساس ثلاث نقط إزاي أنا هطلع متجه لاتجاه العمودي مع النقطة موجودة احنا قلنا المعددة للمستوى محتاجة حاجتين محتاجة النقطة ومتجه اتجاه عمودي فالنقطة هتاخد أي واحدة فيهم طب العمودي هتجيبه إزاي نفتكر بقى مع بعض مفوض هنا ده بيبقى به ألف متجه وده بيهجيب متجه وقلنا عشان تجيب العمودي على المستوى بتضربهم في بعض ضرب اتجاهي فايدت بقى الضرب الاتجاهي ضرب اتجاهي بيدي مستقيم أو متجه اتجاه عمودي على المستوى اللي فيه المتجهين أو الخطين يبقى هنا عشان أجيب النون بجيب به ألف وجيب به جيم ودربهم في بعض ضرب اتجاهي يبقى هنا النون النون هتساوي به ألف ضرب اتجاهي به جيم. طب وهضربهم ازاي او الساس? اولا انت هجيب به الف وبه جيم سهلة جدا. هتقول الف مقص به. الف مقص به. وهتقول جيم مقص به. هيطلع لك هنا زوب وهنا زوب. الدرب الدرب اللي هو الاتجاهي كان عن طريق المحدد. هيبقى سين صوت عين. وبتكتب مساوقة البه الف والبه جيم لاحدثيات بتاعتها. السين والصد والعين. السين والصد والعين. وتطلع هنا متجه. يعني هتطلع لك زوب فيه ثلاثة. بعد كده تقدر تجيب انت المعدلة المتجهة. اللي هي هتبقى عبارة عن نون في ري تساوي نون في الف. طبعا ممكن اخد الف ممكن اخد به ممكن اخد جيم اخد اي نقطة. ولكن في قانون قالك ممكن تجيب معادلة المستوى من غير ما تعمل الكلام ده بيقول لك المحدد ده يقدر يجيب معادلة اي مستوى انت عاوزه باي طريقة. سين وصد وعين دول سبتين. فبتيجي تطرح منهم النقطة الاولى اللي هي سين واحد صد واحد عين واحد وبعدين سين اتنين نقص سين واحد صد اتنين نقص صد واحد عين اتنين نقص عين واحد سين تلاتة نقص سين واحد عين صد تلاتة نقص صد واحد عين تلاتة نقص عين واحد يعني انت هتثبت النقطة الاولى ولتكن مثلا الالف اتنين وخمسة وتلاتة يبقى هنا هيبقى كلها اتنين هنا هيبقى كلها خمسة هنا هيبقى كلها تلاتة السين والصدو العين ما بتعوضش عنهم السين اتنين اللي هي بتاعة البيت هيبقى واحد وسالب واحد والتاني هتبقى ايه واحد طيب والسين تلاتة هتحط واحد وصفر وسالب اتنين وطبعا تكون حاطت بتوع النقطة الاولى يبقى كده مش هيبقى مجهول غير السين والصدو العين بتبدأ تفك المحدد وبعدين تسويه بالصفر يطلع لك المعادلة بتاعك طيب عشان افهم مش فاهم يا استاذ اوجد معادلة المستوى المر بالنقطة بالنقط الف وب وجيم يبقى انا هجيب الف بسم الله هجيب الف ده اللي هي بيه نقص الف بيه نقص الف وطبعا كان ممكن استخدم القانون اللي فوق ده عادي طبعا حسب رغبتك انت تقدر تحصل الرياضة مش واقفة على الطريقة واحدة احنا بالنسبة انها هنتدرب على الطريقة دير لان فيها تداخل في كزا حاجة يعني ضرب اتجاهي ومتجهات ومتجه عمودي فنقدر نتدرب في الهندسة كلها لكن ممكن استخدم معاود نفسي على الاولين ده لمحدد دعوة فيه على طول اطلع النواة الف بيه نقص بيه الف هيبقى واحد واثنين واربعة ناقص واحد وثلاثة وخمسة هيطلع معايا واحد ناقص واحد صفر اتنين ناقص تلاتة سالب واحد اربعة ناقص خمسة سالب واحد وبعدين هجيب الف جيم الف جيم يا اساس هتبقى جيم ناقص الف الجيم عندي هتبقى اربعة واربعة وصفر ناقص الالف هيبقى برضو واحد وثلاثة وخمسة يعني اربعة ناقص واحد تلاتة اربعة ناقص تلاتة واحد صفر ناقص خمسة سالب خمسة بعد كده هجيب المتجه للجه العمودي اللي هو الف جيم هيبقى هنا سين صد عين وبعدين هحط بتوع الف جيم اللي هو صفر سالب واحد سالب واحد وبعدين هحط بتوع الالف جيم اللي هو هيبقى تلاتة واحد وسالب خمسة واحنا انتفقنا ما بنيجي نضرب دول بنسبت عمود وصف ونضرب ما ننساش ان الصد هنا بنغير اشارة قوعة تنسى الصد بتغير اشارة هتضربهم انت بقى انت بقيد شاطر طعف تضرب الدرب الاتجاه هيطلع ستة وسالب تلاتاشر واحد كده اقدر اجيب المعادلة بتاعت الخط طب انا هجيبها ازاي خلاص معايا النون هيبقى نون في ري بيسوي نون في الف والالف ده اي نقطة من الثلاثة طيب انون انا جبتها هيبقى ستة وسالب تلاتاشر واحد في ري بتساوي ستة وسالب تلاتاشر واحد في الالف واحد وتلاتة وخمسة دي كده الصورة متجهة عاوز تجيب الاحداثية يبقى لازم هتضرب دول وتكمل حل يعني هيبقى ستة سين ناقص تلاتاشر صد زائد العين بتساوي وهتبدأ تضرب دول ممكن اضربهم على طول بسرعة واجمحهم بالالة اعمل معايا كده الشغل بالالة هيبقى ستة في واحد بستة ناقص تلاتة في تلاتاشر زائد خمسة هيطلع سالب تمانية وعشرين يبقى المعادلة ستة سين ناقص تلاتاشر صد زائد عين زائد تمانية وعشرين يسوي صفر يبقى ده لو عندي تلات نقط اقدر اجيب معادلة المستوى ان انا اكون متجهين الف بيه والف جيم اضربهم في بعض ضرب اتجاه يديك المتجه العمودي وعن طريق اي نقطة من تلاتة تقدر ان انت تكون معادلة متجهة واجيب الصورة الايه العامة ده كان الجزء الاولاني اللي هو ازاي اجيب معادلة المستوى لو اداني تلات نقط طيب افريد يا استاذ الداني مستقيمان متقاطعين ماشي ادك مستقيمان متقاطعين يبقى اكيد لام واحد ده عليه نقطة وعليه متجه اتجاهي واكيد لم اتنين عليه نقطة بيه وعليه متجه اتجاهي طيب ما لو ضربت هيه واحد في هيه اتنين ضرب اتجاهي يعني لو قلت هيه واحد ضرب اتجاه هيه اتنين ما هيدينا النون يا استاذ لان هيدينا عمودي على المستوى هدينا النون وعن طريق النون واي نقطة سواء الالف او البيت اجيب معدلة الخط تبعوز افهم يا استاذ بيقولك ريه واحد ودي ريه اتنين اثبت انهم متقاطعين واوجد المستوى معدلة المستوى اه اثبت انهم متقاطعين ده فاكر فاكر درس او ضع مستقيمين وقلني ازاي نثبت انهم متقاطعين بنسبة ان نجيب ريه واحد يساوي ريه اتنين ونجيب كم معدلة نجيب تلات معدلات نحل معدلتين ونعوض في التالت لو طلعت تحققها يبقى متقاطعين طب لو ما طلعتش يبقى متخالفين انا هسيبك انت اكمل تثبت المرتوب الاولين يثبت انهم متقاطعين هتساوي لي ريه واحد بريه اتنين وتثبت انهم متقاطعين دي سهلة بالنسبة واللي مش فاكرها يراجع الفيديو اللي فات بتاع اوضاع مستقيمين طيب واوجد معدلة المستوى معدلة المستوى يبقى لازم اطلع هيه واحد وهيه اتنين طيب خلينا بقى نشيل ده خلاص انا هسيبك انت اكمل ده ولو في مشكلة ابعت لنا في ملاحظاتك على الفيديو لو في اي مشكلة عندك نقدر نكمل لك الحال طيب تعالي بقى عاوز اطلع يا استاذ هيه واحد هيه واحد يا استاذ هيبقى اتنين وتلاتة واحد طيب وهيه اتنين تاعت المستخيم التاني واحد وواحد واثنين طيب المفروض اعمل ايه المفروض اضربهم في بعض ضرب اتجاه عشان نجيب النون فبكتب سين وصاد وعين هنا اتنين وتلاتة واحد 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 اتنين اوعى بس تنسى اوعى تنسى ازاي بنضرب او ازاي بنخلص المتجه ده بنثبت السين والصاد الصفه والعمود ونضرب بتاعتها في اتنين مقس واحد في واحد ما تنسى بقى ان هنا في الصاد بنغير اشاره احنا بنقررها هو في الصاد بغير اشاره يعني اتنين في اتنين باربعة نقص واحد بتلاتة هتغيرها بقى ساري بتلاتة وبعدين العين تثبت صفه وعمود يبقى اتنين في واحد باثنين واحد في تلاتة بستة وبعدين بتجيب الايه بتجيب العين او الاحداث العين بجانب يعني اتنين في واحد باثنين واحد في تلاتة بتلاتة اتنين نقص اتنين نقص تلاتة موفود يطلع بسالب واحد يبقى دية سالب واحد عشان ثبت صفه ايه وعمود والصين بده ناجحها السين كده يبقى ثلاثة في اتنين بستة ستة نقص واحد هيبقى كم؟ ستة نقص واحد هيبقى خمسة يبقى دي كمان خمسة يبقى ده نون عبارة عن ايه واحد في ايه اتنين تثبت صفه وعمود وتضرب تلاتة في اتنين بستة نقص واحد خمسة صفه وعمود وتضرب باثنين في اتنين باربعة نقص واحد تلاتة هتخليها سالي بتلاتة هتسبت صفه وعمود وتضرب باثنين في واحد باثنين واحد في تلاتة بتلاتة يبقى اتنين ناقص تاتا بسالب واحد. طب جبت المتجهة نون بتعرف بقى تجيبلي المعادلة اه اعرف يا استاذ. سهلا اول. هقول كده المعادلة المتجهة بنذاكرها مع بعض. هنقول نون في ري بتسوي نون في الف. طيب نون انا عرفتها يا استاذ خمسة وسالب ثلاثة وسالب واحد. في الريه ما بنعوضش عنها. طيب والنون خمسة وسالب ثلاثة وسالب واحد. طيب والالف اه? الالف يا سيدي هتاخد لي اي نقطة من نقطة المستقيمين لده لده. تاخد اي واحد فيهم. لان الاتنين موجودين جوه المستوى. فناخد مثلا اربعة وخمسة واحد. يبقى هاخد اربعة وخمسة واحد. دي كده اسمها الصورة الايه? دي كده الصورة المتجهة. طيب يا استاذ انا عاوز الصورة العامة. هيبقى خمسة سين ها قول معي. ناقص ثلاثة صوت. ناقص عين تساوي هتضرب دوت. نضرب ده زي ما احنا متفقين على الالة كده بسرعة خمسة في اربعة بعشرين. وسالب ثلاثة في خمسة بخمستاشر. وسالب واحد في واحد بسالب واحد هيدينا اربعة. يبقى المعادلة خمسة سين ناقص ثلاثة صوت ناقص عين ناقص اربعة ساوي سفر. دي اسمها العامة. يبقى دلوقتي عرفنا تاني ضربنا تاني على معادلة ايجاد معادلة المستوى. قولنا بنقوص نقطة واتجاه اتجاه العمودي. قولنا هنا هنجيبه ازاي? هنضرب متجه اتجاه الخط الاول في التاني يديك العمودي. طيب تعالى نشوف بقى. لو المستقيمان متوازيان. طيب يا اساس لو مستقيمان متوازيان هيبقى هنا لم واحد عنده نقطة وعنده متجه اتجاه في اتجاه. وهنا لم اتنين عنده نقطة متجه اتجاه في اتجاه. طيب يا اساس انا كده ايه? عاوز اعرف ازاي انا هجيب متجه اتجاه عمودي. طيب انا هعمل ايه? هجيب الالب ده. واضرب وضرب اتجاه فيه اتنين او الالب ده واضرب وضرب اتجاه فيه واحد. فيديك واحد عمودي على المستوى اللي هم فيه. بعد كده هتختار اي نقطة تشتغل بها. طيب انا عاوز افهم يا اساس. تعال ناخد مساء. اثبت ان لم واحد وكتب لك المعدلة المتجهة بتاعتها. ولم اتنين وكتب الاحداثية بتاعتها متوازيين. وعين معادلة المستوى اللي زيحوا هما. ده متوازيين ازاي او استاذ? لازم هتطلع هيه واحد وهي اتنين. طيب بص معايا هنطلع ازاي? والله هيه واحد. جاهز هنا في المتجهة. اتنين وثلاثة واحد. طيب وهنا في الاحداثية تأكد الاول ان معامل السين بواحد معامل الصاد بواحد معامل العين بواحد. يبقى اربعة وستة واثنين. يبقى هيه اتنين. اربعة وستة واثنين. نراجع مع بعضه. وانا كنت بس بتتوازي ازاي? اما حصل ضربهم القياسي. يطلع بصفر. ودوت صعب علينا يعني واخد وقت مجهود لما اعمل التناسب واحنا اتفقنا على التناسب اسهل لنا. يبقى نعمل كده التناسب. هتشوف هتلاقي اتنين على الاربعة بنص. تلاتة على الستة بنص واحد على الاثنين بنص متساويين. هتقول هتقول ازا لم واحد بيوازي لم اتنين. طيب كويس يا استاذ. طيب ازاي انا اجيب بقى المعادلة بتاعة المستقيم. احنا قلنا عشان نجيب معادلة المستقيم. يبقى احنا هناخد الفيه. طيب هو فيه الالف بيه? والله انا عندي النقطة الف من هنا اتنين وتلاتة وسالب واحد. النقطة الف. النقطة الف قدرة اللحها من الخط الاول اتنين وتلاتة وسالب اربعة. ونقطة بيه من الخط التاني. خبارة عن حمسة وسالب اربعة و اربعة. م شاوم السالب اربعة و اربعة. طيب لما قول الف فيه. لما قول الف فيه. يبقى ما يسوي باله. يساوي باله لسالب سالب ا Reid. هعوازو فيه بقى? هقولو انهم بيساوي الف فيه. يبقى سين وساد وعين. تلاتة وسالب سبعة وتمانية وهاتخد اي واحد في يوم. هاخد مسلا هي واحد هيبقى اتنين وتلاتة واحد طبعا لما اجي اضربهم تانين راجع مع بعض بتصفه عمود وتجي عند الصد تغير اشارة فيبقى هنا هتضرب سلب سبعة في واحد زي ناقص تمانية في تلاتة وطلع عني هنا طيب هتكملها انت هيطلع سلب واحد وثلاثين وثلاثتاشر وثلاثة وعشرين كده اعرف اطلع معادلت المستقيم راجع بقى معايا معادلت المستقيم كده هيبقى نون في ره بيساوي نون في الف النون اني ااي طلعته ده سالب واحد وتلاتين 813 وثلاثة وعشرين في ره ساوي سالب واحد وثلاثين وثلاثتاشر وثلاثة وعشرين في الالف الالف بتاعة الخط الاولين اتنين وتلاتة وسالب اربعة طيب دي الصورة المتجهة نكتب جنبها كده متجهة طيب انا عاوز الصورة العامة يا استاذ عشان بيطلبها كتير هيبقى سالب واحد وتلاتين سين ها زائد تلاتاشر صوت زائد تلاتة وعشرين عين طيب وده امسك قلتك هتقول كده سالب واحد وتلاتين في اتنين زائد تلاتاشر في تلاتة زائد تلاتة وعشرين في سالب اربعة يطلع سالب مية وخمستاشر هتجيبهم الناحية التانية او تسيبها زي ما هي مفيش مشكلة ممكن تجيبها الناحية التانية بالموجة او تسيبها زي ما هي طيب انا كده عرفت ازاي اجيب معدلت المستوى لو المستقيمين متوازيين واخد بالك ان كل دي افكار مسائل يعني انا بحل معاك بقول الاوضاع وبناخد فكرة المسال او فكرة المسألة فلو مستقيمين متوازيين هتاخد نقطة من هنا ونقطة من هنا يجيب منهم متجه اتجاه تضربه فيها اتنين او فيها واحد يديك النول بعد ما هيديك النول هتقدر تجيب معدلت متجهة باي نقطة فيهم بعد كده طيب مستقيم ونقطة لا تنتمي اليها مستقيم لما هيجي يدهولك ليه هيديك نقطة عليه متجه اتجاه وهو هتديك كمان نقطة في المستقيم في المستوى طب لما هيديها لك هنعمل ايه يا استاذ شوف يا سيد هتجيب الف متجه اللي هو به ناقص الف وتضربه ضرب اتجاه فيها واحد هيديك ايه اللي هو متجه اتجاه الخط اللي هيبقى اجيبه لك هيديك نون اللي هو متجه لاتجاه العمودي على المستوى طب الدهولي اه اقدر اجيب بعد كده معادلة المستوى هيبقى نون في ريه اللي هكون طلعته هيساوي نون في الف الف دي اما النقطة بتاعت الخط او النقطة اللي هو متجه دهولي وابتدي اطلع الصور بتاعته تمام؟ اوجد معادلة المستوى طب معانيش تعالى كده اللي فاتت عرفنا فكرتها طيب تعالى بقى اوجد معادلة المستوى الذي يحوي لام واحد والمستوى يوازي لام اتنين المستوى يوازي لام اتنين طيب نراجع مع بعض لام واحد بيبقى عليه نقطة وعليه متجاه اتجاه لام اتنين بيبقى عليه نقطة متجاه اتجاه طيب ده بيوازي دورتي يبقى عشان اجيب النون هضرب هيه واحد في هيه اتنين ضرب اتجاهي هيديني عمودي عن مستوى اللي هم فيه يعني النون هتبقى هيه واحد في هيه اتنين هتديك مستوى او هتديك متجاه اتجاه عمودي على لم على هيه واحد وهي اتنين في نفس الوقت وهتاخد انهي نقطة بقى مش الف او بيه هتاخد الالف يعني هنا لازم اخد ديه منفعش اخد البيه لانها خارج المستوى وتبقى المعدة نون في ره تساوي نون في الف ومنفعش تاخد ده لا يصلح ان انت تاخد ده لانها لا تنتمي ان المستوى دي برضو فكرة سؤال وأظن كده الموضوع تعرف وبقى سهل معادلة المستوى بمعلومية نقطة تقطع مع محاوره عشان نعرف نقطة تقطع مع المحاور قالك لازم المعدة تكون على صوره سين على سين واحد وده رقم صاد على صاد واحد عين على عين واحد يسواه طيب ايه يا اساز السين واحد دي قالك السين واحد دي هو التقطع مع محور السينات تبدو نقطة التقطع مع الصادات تبدو نقطة التقطع مع الأينات يعني كام يا اساز يعني دي تديني النقطة ألف سين واحد وصفر وصفر طيب ودي النقطة بقى صفر وصد واحد وصفر طيب وديك النقطة جيم صفر وصفر وعين واحد طيب لو حابيت اشوفه مع الرسمة هيديك هنا الالف هتبقى هنا النقطة صين واحد وهنا قلبي احد السياحة الصد وصد واحد وهنا الجيم عين واحد لو حابيت بقى بص كده ألاقيني لو وصلت أولا دواب لو وصلت كده هيديك مسلس اللي احمر دا اللي نرسم مسلس دا طيب مسلس دا انا عاوز اجيب مساحته قادر اجيب مساحته بكزا طريقة ممكن بطريقة المحددات اللي هو هكتب هكتب دول تحت بعض واضربهم بالمحدد بتاقوية سنوى لا اما عاوز بقى حلاب منهجي مش عاوز ارجع يوسس لأولى ولا تانية ولا كده طيب كان هنا أقدر اجيب متجه اللي هو ألف به مثلا وقدر اجيب ألف جيم هيبقى مساحت المسلس كنا بنقول في الضرب الاتجاهي أن الضرب الاتجاهي بيسوي ضعف ضعف مساحت المسلس اللي فيه المتجهين المضروبين أطلع في المسلس متجاورة طيب لو انا عاوز اجيب الدرب الاتجاهي يبقى نص مساحت المسلس نص مساحت المسلس والقانون دا مهم قوي عشان يحتاجوا بعد كده فالستيجة في العزوم لما حاب أجيب مساحة المسلس هيبقى أضرب ضرب اتجاهي متجهين متجاورين على ضرعين واجيب نصهم أقدر أجيب مساحة المسلس طيب وكمان قالك لما تبص كويس هتلاقي المسلس دا فيه راس وراء الراس دي وودي وراء فقالك دا بيعمل مجسم اللي هو الهرم هرم واقف دي قاعدة لو بصنا كويس دي قاعدة هنا الوا وهي ودي الراس بتاعة أو الراس بتاعته تكون وراء وتكون القاعدة ثلاثية يعني كده ثلاثية ودي لو قاعدة تبقى ثلاثية فقالك كده فيدي هرم فساعات يطلب حجم المجسم حجم الهرم دا طيب حجم الهرم ت Tiere ما يش نقومه لك حجم الهرم طلعت مساحة القاعدة في الارتفاع هناخد دا قاعدة وناخد عين واحد ارتفاع يبقى طلعت مساحة القاعدة في الارتفاع طيب المسلس اللي تحتي دا خد بالك ان ده مسلس يا حبابي مسلس قائم المسلس ده اللي تحت قائم لانه بين صد و سين يعني مسحته نص القاعدة اللي هي سين واحد في الارتفاع صد واحد طيب عاوز افهم يا استاذ مش فهم بص معي لو قلنا عندي معادلة او عندي مستوى بيطع في الف كالف وبيطع وجيم وكان ده عبارة عن اربعة وصفر وصفر وده عبارة عن ستة وستة وصفر وده عبارة عن صفر وصفر واثنين فانا لو عاوز اجيب مساحة المسلس اللي هو قلب به جيم ده يبقى لازم اجيب الف و الف جيم او اي متجاهين متجاورين فالف هتبقى به ناقص الف يعني هيبقى صفر وستة وصفر ناقص الالف اربعة وصفر وصفر يعني هيديني سالب اربعة وستة وصفر وهجيب الف جيم اللي هو هيساوي جيم ناقص الف طيب الجيم عندي سفر وصفر واثنين ناقص الالف اربعة وصفر وصفر حيطلع عندي اربعة سالب اربعة وصفر واثنين طيب بعد كده يبقى مساحة المسلس اللي اسمه قلب بهجيم هيساوي نص معيار قلب به درب اتجاهي الف جيم وهناعرفين طبعا درب اتجاهي ده بيجي عن طريق الايه المحدد يعني اللي حبيت ان انا اراجع كده هيبقى نص وهعمل محدد وهكتب هنا سين وساط وعين وهكتب بقى الالف فيه الاول سالب اربعة وستة وصفر وهكتب الالف جيم سالب اربعة وصفر واثنين وبعدين اطلع عن الايه اطلع الناتج بتاعي وطبعا لو طلع بالسالب طبعا مش هطلع بالسالب لان انت هجيب بعد كده معيار معيار الكلام ده كله طبعا نفك بتاعه نفتكر برضو زي ما بنقول ثبت الصف والعمود وثبت الصف والعمود بس خلي بالك ان الصاب دي بتبقى سالبة الصاب دي بتبقى سالبة وبعد ما هطلحها هطلع المعيار واجيب نص ويجيني مساحة بايه المسلس طيب لو انا عاوز الهرم بقى الهرم قالك هتعتبر دي قاعدة يبقى حجم الهرم هيسابي ثلث في مساحة المسلس اللي تحت ده نص القاعدة في الارتفاع يبقى نص اربعة في ستة في الارتفاع بتاع الهرم اللي طالع كده اللي هو اتنين وتحسبها برده وتطلع حجم الايه حجم الهرم هو بيقولكش هرم على فكرة هو بيقولك حجم المجسم الناتج عشان نفهمها قوي برضو عشان مسألة مهمة بص معي اوجد نقط تقاطع المستوى مع المحاور الثلاث ثم اوجد مساحة المسلس الناتج من تقاطع من نقطة التقاطع وحجم المجسم الناتج من نقطة التقاطع الاصل ونقطة ونقطة التقاطع بص معي هناخد معدلة المستوى اتنين سين زائد تلاتة ساط زائد ستة عين يساو اتناشا عشان اعرف اجيب نقطة تقاطع مع المحاور لازم يكون هنا واحد فانه اقسم المعدة كلها على الاثناشر يبقى سين اتنين على الاثناشر بستة وهنا تلاتة صاد على الاثناشر يبقى صاد على الاربعة وهنا ستة عين على الاثناشر يبقى عين على الاثنين واثناشر على الاثناشر بواحد كده جاهزة كده اعرف اطلع نقطة التقاطع مع المحاور طيب تعالي عشان نشوفها على الرسمة اجي المحاول بتاعتي بسم الله هيبقى عندي النقطة الف عالسينات الحديثيها كام يا اساس هيبقى ستة وصفر وصفر وهنا عالصدط هنسميها النقطة به هيبقى صفر واربعة وصفر طب وعالعينات هناخد اللي تحت العينات هيبقى هنا صفر وصفر وعين واتنين صفر وصفر واتنين ده طبعا العينات وده الصدط وده السماء طيب طلعت النقطة التقاطع ده كان اول مطلوب بيقولك اوجد نقطة التقاطع السلاسة جبناها بعد كده عاوز مساحة المثلس النتج من نقطة التقاطع طيب عاوز مساحة المثلس حاضر يا اساس يبقى انا هوصل المثلس اهو ادي المثلس بتاعي دي نقطة الاصل واوز طب مثلس زي عشان اجيب مساحة اتفقنا نعمل ايه هنجيب الف وهنجيب الف جيم سمي دي جيم طيب حاضر يا اساس يبقى هنجيب يبقى خلاص نقطة نقطة التقاطع ما نحاول جبناها هنجيب بقى الف وده يا اساس به نايس الف البيه عندي هتبقى صفر واربعة وصفر ناقص الالف ستة وصفر وصفر يبقى سالب ستة واربعة وصفر ادي الف بيه طيب وفيه بعد كده الف جيم الف جيم يا اساس هتبقى جيم ناقص الف الجيم عندي هتبقى صفر وصفر ودنين ناقص الالف ناقص الالف اللي هي ستة وصفر وصفر طيب هيطلع لي ايه بقى صفر ناقص ستة بقى سالب ستة وصفر واثنين كده طلعت الاف به والف جيم اعرف اجيب مساحة المسلس ايا اساس اعرف اجيب مساحة المسلس الاف به جيم هيبقى نص معيار الاف به فيه الاف جيم طيب تمام يبقى نص وهتعمل المحدد بتاعك هتكتب لي هنا سين صاد عين وهتكتب الالف به الالف به في اليأساس سالب ستة واربعة وصفر وهتكتب الالف جيم سالب ستة وصفر واثنين وهنبدأ نطلعهم نطلعهم كده مع بعض السريع بقى هسبت صفه وعمود يبقى أربعة في اتنين بتمانية نقص صفر في صفر بتمانية طيب وهسبت الصاد بس هغير اشارتها الصاد ما تنساش تغيير الاشارة هنصفه و العمود يبقى سالب اتناشر هيبقى اتناشر و دي سالب ستة الصفر و بصفر طيب و العين هنسبت صفه وعمود يبقى سالب ستة في صفر بصفر وكده هيبقى سالب ستة فاربعة في سالب اربعة و عشرين وفي سالب سالب يبقى 24 طيب بمفوط بقى انا هجيب نص هجيب نص المعيار طيب نص المعيار يعني ايه يا أستاذ يعني نص جذر تمانية 配ة زائد اتناشر تاربيع زائد اربعة و عشرين تاربيع طيب معانا قالتنا مفيش مشكلة خالص هيبقى جزر تمانية تربيع زائد اتناشر تربيع زائد اربعة وعشرين تربيع هيطلع تمانية وعشرين يبقى نص في تمانية وعشرين هيطلع اربعتاشر يبقى مساحة المسلس اربعتاشر وحدة مربعة طيب لسه مخلص عاوز بقى مساحة المجسم الناتج عن النقط دي قلنا مساحة المجسم المجسم ده هيبقى هرمه الهرم عشان نجيب مساحته هناخد ده قعدة هناخد ده هيط قعدة وناخد ده ارتفاع طيب تعالى نكتب القانون بتاع مساحة الهرم نفتكره وخلينا بس نصغر شوية كده عشان تبنينا هذا اسمه اهي مساحة الهرم او حجم الهرم هيساوي طلت مساحة القاعدة في الارتفاع بتاعي يبقى تلت في مساحة القاعدة احنا قلنا هناخد ده ده مسلس يبقى نص الستة في الاربعة يبقى نص ستة في اربعة في الارتفاع عندك كان اتنين طيب يعني هيساوي ايه تدف اتنين بستة طلع مع الستة يبقى تنين في اربعة في تمانية واحدة مكعبة يبقى النسال ده مسال مهم جدا وبيقابلنا كتير في التمارين زي ما قلنا احنا بناخد مع بعض الفكرة وبناخد مثال وازاي بيتحل وناخد القاعدة وازاي بتتحل بحيسا ما تيجي تحل التمارين ما فيش فكرة تقف قدامي طيب علاقة بقى المستقيم بالمستوى في الفراغ علاقة المستقيم بالمستوى في الفراغ هنربط بقى معادلة المستقيم بمعدلة المستوى ويشتغلوا مع بعض عشان نعرف وضعهم بالنسبة لبعض اول حاجة لو عندي مستوى وعندي مستقيم طيب المستقيم بيديني في ايه؟ بيديني نقطة قساس في معادلته ومتجه اتجاه ايه واحدة طيب ولمستوى لما يديك المعادلة بتاعته اكيد اكيد هعرف اطلع النون. طيب عشان يبقوا متوزيين معه ده عمودي على المستوى يبقى يبقى عمودي على الخط يبقى انا لو ضربت يا استاذ هيه واحد في نون بتاعت المستوى ومفروض تطلع بصفر طالما يطلعه متعمدين يبقى عشان المستقيم يوازي المستوى لازم هيه واحد في نون بصفر طب بس في حاجة ما همودي استاذ ممكن يوازي بس الخط ده يبقى هنا مش ممكن ده يبقى هنا اه ممكن طب ويش عرفني بقى ان الخط ده برا المستوى ولا يحوي ولا مستوى يحوي الخط قالك هتاخد النقطة الف وتعود في معادلة المستوى معادلة معادلة المستوى لو حققتها يبقى الخط دوت جوه المستوى المستوى يحوي الخط لو لم تحققها يبقى هو بيوازيها وهو الخط كده بيوازي المستوى يعني خارج المستوى يبقى هنا خلي بالك في التوازي لازم تكمل الحل بعد ما تجيبه واحد وتضربه في النون بتاعت المستوى لازم تتأكد من نقطة الف نقطة الف لو حققت المستوى حققت المعادلة يبقى الخط دوت في المستوى لو لم تحقق يبقى الخط يوازي المستوى ولا ولا والمستوى لا يحتوي الخط طيب تعالا بقى نشوف حاجة تانية لو لام عمودي على المستوى عمودي يعني عامل زاوية قائمة زي كده ادي اللام واحنا انتفقنا ان اللام ده بيبقى عليه نقطة ومتجه اتجاه بتاعه هي واحد وطبعا المستوى معادلته هطلع منها نون واحد يبقى عشان نعرف انهم متعمدين ولا لا اكيد هيكون متجه اتجاه الخط بيوازي المتجه العمودي على المستوى اللي هو طالع من المستوى يعني معنى كده ان نون واحد ضرب اتجاه هي اتنين هيساوي صفر طب لازم ضرب اتجاه هي استاذ لا انا ممكن اعمل تانية سبب تانية سبب النون واحد وهي واحد هتلاقيهم ايه نون واحد بيوازي نون اتنين نون واحد بيوازي هي واحد خليها هي واحد او بلاش هي خالص واحد هيوازي هي نشيل من هنا واحد عزاس ما فيش اتنين نون واحد هيوازي هي واحد يبقى انت لو لقيت متجهين المتجه بتاع المستوى اللي عمودي علي بيوازي متجه الخط تعرف ان الاثنين متعمدين ان ده لام عمودي على المستوى طيب ايه تاني من الاوضاع يا استاذ ان يكونوا متقاطعين يعني ولا هو عمودي ولا حاجة متقاطع معين ازاي يا استاذ يعني مثلا اجي لامه بيقطع المستوى في نقطة بيقطع المستوى هنا في نقطة اللام بيبقى عليها نقطة الف وعليها متجه اتجاه بتاعها هي وطبعا معدد المستوى بيبقى من ده لك معدد المستوى تطلع منها النون طيب ايه الاسئلة اللي بتيجي على متقاطعين دولار اول حاجة بيطلب مني الزاوية ما بين الخط والمستوى سيتا دي هو بطلبها مني الزاوية ما بين الخط والمستوى طيب دي اعرف اجيبها يا استاذ لا ما عرفش اجيبها اما اللي هعمل ايه انا اللي عرف اجيبه اجيب الزاوية ما بين متجهين ازاي يا استاذ احنا عارفينها زاوية ما بين متجهين يبقى باستخدم قانون يعني اعرف اجيب ديت الزاوية دي سميها مسلا الف يبقى جاتا الفا هتساوي معيار نون في هي على معيار النون في معيار ال هي طيب جبتها هل كده جبت الزاوية ما بين الخط والمستوى لا لو انت عاوز الزاوية هتقول بقى اللي انت طلعت ده سيتا اللي انت عاوزها بتساوي الزاوية اللي انت طلعتها اطرحها من تسعين لان الزاوية دي كلها قائمة لان ده عمودي فالزاوية دي قائمة يبقى السيتا تساوي تسعين نقص عاوز طيب لو انا عاوز يا استاذ اجيبها على طول مش عاوز اطرح ولا اعمل شوف يا سيدي في بعض المسائل الاختر هتلاقيه بيعود على طول هنا بسيتا نقص تسعين يعني يشيل الجاتا الفا وحط سيتا تسعين نقص سيتا فاحنا عارفين ان التسعين دي بتغير الجاتا تخليها جاه يبقى هنا هتبقى جاه سيتا يبقى القانون ده بدل ما هيساوي جاتا الفا بتساوي هيبقى جاه سيتا بيساوي نفس القانون ممكن اشتغل كده وممكن عشان ما لا اخبطش نفس الاوانة اللي بحل لا اجيب الزاوية عادي وبعدين اطرحها من تسعين اجيب الزاوية مع المستوى اهم حاجة ابقى عارف ان الجاتا دي هتجيب الزاوية بين نون وهين مش ما بين المستقيم والمستوى عشان ابقى مصحصح وانا بحل يبقى دول الايه المتقاطعين يبقى كده عندي كام علاقة ما بينهم قلنا تلاتة اول حاجة ممكن المستوى يوازي المستقيم والمستقيم لا ينتمي لمستوى او المستقيم يكون جوه المستوى طب انا اعرف ازاي هنضرب هيه واحد في نون واحد او نضرب الهيه في النون هي المستوى هي المستقيم في النون هيطلع بصفر او طبعا هنا بضرب هيكون ضرب ايه ضرب قياسي هي في نون هيساوي ايه صفر هيبقى هما متعمدين طالما هي عموزة على نون يبقى لان بيوازي سين تبقى ايش عرفني هتاخدوا النقطة بتاعة الخط تعود في معدد المستوى لو تلعب تحققها يبقى الخط ده جوه المستوى زي ما نرسمه كده طب لم تحققها يبقى الخط برا المستوى بيوازي المستوى بس براه لا ينتمي اليه طيب الحاجة التانية لو لا معمودية على سين يعني عاوز اثبت التعامل هتثبت ان هي بتاعة الخط توازي نون واحد طب وهثبت ازاي التوازي عن طريق التناسب اسهل حاجة التناسب طيب متقاطعان وفي حالة المتقاطعان بيطلب مني الزاوية ما بين الخط والمستوى طب وهعملها ازاي ديت هجيب الزاوية بين الهيه والنون وبعدين اطرحها من كام من تسعين اطرحها من تسعين طب افرد يا استيس طلب مني نقطة التقاطع لو طلب منك نقطة التقاطع هتاخد نقطة الخط اللي احنا بنفردها كل مرة يعني احنا كل مرة بنعمل حاجة كده في الخط بنيجي نقول مسلا الريح تساوي هنقول مسلا اتنين وخمسة وثلاثة زائد كاف واحد واثنين وواحد كمثال بتفرد بقى نقطة التقاطع اللي هي البي عبارة عن اتنين زائد كاف وخمسة زائد اتنين كاف وثلاثة زائد كاف وبتعوض بها في معدد في معدد المستوى واتطلع قمة الكاف هيديك وبعدين ترجع تعوض بها في البيت يديك معدد نقطة الايه التقاطع اللي هي بها طيب عشان نفهمها برضو الريح تبيت لإيجاد نقطة تقاطع او نقطة نقطة تقاطع المستقيم على المستوى نوجد نقطة على خط بدلالة الكاف زي ما قلنا ونعود في معدد المستوى طب عشان افهمها اوجد نقطة تقاطع المستقيم مع المستوى تعال انطبقها كده عملي زي ما قلنا احنا هناخد النقط نفرض نقطة التقاطع بان هي واحد زائد واحد كاف واثنين زائد واحد كاف وثلاثة نقص اتنين كاف تاني نوضحها بنجيبها ازاي واحد زائد اضرب الرقم في الكاف اتنين زائد اضرب الرقم في الكاف تلاتة زائد اضرب الرقم في الكاف هيديك البيت طب هعمل ايه هن؟ هعود بقبل به في معدد المستوى عشان احصل على ايه؟ على الكاف طب نشوف كده هيبقى واحد اتنين في واحد زائد كاف زائد اتنين زائد كاف زائد تلاتة نقص اتنين كاف زائد ستة يساوي صفر اللي ما بعرفش يحل المعادلات او متعقد منها عندك نظام الكالك بتحط الكاف دي باكس وتطلع لك الناتك في ثانية وانت قاعد طيب احلها بقى على قدية هضرب اتنين زائد اتنين كاف وهنا اتنين زائد كاف وهنا تلاتة نقص اتنين كاف زائد ستة طيب هعمل ايه استاذ ام احنا متعودين هنجمع الكاف مع بعضها اتنين كاف وكاف تلاتة كاف نقص اتنين كاف يتبقى كاف واحد طيب اتنين واتنين اربعة زائد تلاتة سبعة زائد ستة هيبقى كام تلاتة عشر كم ده جبت الكاف يبقى اعرف اجيب نقطة الايه نقطة التقاطع يبقى هنقول كده اذا نقطة التقاطع هنعمل ايه بقى هنيجي عند البيه ونعوض بالكاف تلاتة عشر يبقى واحد وطلاتة عشر اربعة عشر واثين واربعة عشر ست وطلات عشر يبقى خمست عشر وهنا اتنين في تلات عشر بستة وعشرين شل منهم تلاتة يبقى سالب تلاتة عشر ويبقى دي نقطة الايه التقاطع نقول لخطوات تاني عشان دي برضو من الحاجات المهمة قوي اوجد نقطة التقاطع بين الخط والمستوى هتفرد الباق من معدد الخط واحد زائد زائد كده واحد زائد كاف اتنين زائد كاف ده طمع سنين كاف وتعود في معدد المستوى لما هتعود في معدد المستوى هتجيب لي معدد هتغيب لي قامة الكاف عشان اجيب نقطة التقاطع هترجع تعود لكاف في البيت يديك نقطة التقاطع الخط مع المستوى من الافكار المهمة جدا اللي حاول تحلى عليها كتير برضا طيب تدريب بقى اوجد قيس الزاوية الصغرى بين المستقيم والمستوى اه هنا بقى عشان فكرة الزاوية ما بينهم ما بين المستقيم والمستوى ادي كده المستوى وادي المستقيم المفروض ان المتجه نون بيبقى عمودي كده وده وده لام الخط وانه هو عاوز الزاوية دي اولا دي زاوية سيتا دي قلنا مش هنعف نجيبها ما اللي هنجيب ايه هنجيب بيجيت سمي دي مسلا الفا طب هجيبها ازاي عن طريق الجتا طيب يبقى انا محتاج متجه التجاه ومتجه التجاه طيب بالنسبة المستقيم هل كده مزبوط هل معامل السين والصد والعين واحد اه تماما يبقى اللي تحدي دي او استاذا هو الهيه يبقى عن بول الهيه عبارة عن اتنين مسالب واحد وثلاثة طيب والمستوى احنا قلنا المستوى قدر يطلع منه متجه العمودي عليه اللي هي معاملات السين والصد والعين يبقى النون عبارة عن ثلاثة وواحد وواحد طيب اعمل ايه دلوقتي والله عاوزين نجيب الزاوية سهلة بقى اللي هو قانون الجتا هيبقى جتا مين بقى جتا الفا هيساوي معيار هيه في نون على معيار الهيه في معيار النون طيب نعوض يا استاذ هيبقى اتنين مسالب واحد وثلاثة في النون ثلاثة وواحد وواحد على معياراتهم هنربع هيبقى اربعة زائد واحد زائد تسعة وهنا تسعة زائد واحد زائد واحد طيب وبعدين هنطلع بقى الجتا سيتا او الجتا الفا الاول هنضرب اتنين في تلاتة بستة وسالب واحد في واحد بسالب واحد تاتا في واحد بتلاتة على جزر طبعا هنا في زائد هيبقى كده عشرة اربعتاشر وهنا عشرة هيبقى احداشر هيساوي ستة وتسعة نقص واحد تمانية وطبعا بالآلة هيبقى جزر اربعتاشر في جزر احداشر طيب انا محتاج ايه دلوقتي يا استاذ اطلع بقى الزاوية الفا هتساوي هنيجي على الآلة وهنعمل شفت كوزين ساخدم قلتك معايا تمانية على جزر هداشر اخرج من الجزر في جزر اربعتاشر طلعت الزاوية تسعة واربعين واحد وخمسين وخمسة وثلاثين طيب انا عاوزي السيتة يا استاذ اللي هي الزاوية ما بين المستوى والمستقيم ويبقى هنطرح من تسعين إلى تسعين وبتعمل ناقص انصر هتديك الزاوية اربعين وتمانية واربع وعشر يبقى كده قدرت اجيب الزاوية ما بين مستقيم ومستوى طلعنا متجه الاتجاه من المستقيم بعد ما تأكدنا ان معدد المستقيم صحيحة ومن المستوى وضربناه فوق وجبنا قانون الجتة وما تنساش ان ده بالنون ولام وعاوز بالنام والمستوى فطلعنا الزاوية وبعد ما طلعناها طرحناها من كام؟ من تسعين يعني دي ما تروحها من تسعين يعني نقدد نقول ان الستة دي عبارة عن تسعين ناقص ألفا كده يبقى خلصنا معدلة المستوى وربطناها وربطناها بمعدلة المستقيم والاتنين كده اصبحوا متفاعلين مع بعض واصبح اللي بنقوله في الدرس معدلة المستقيم بنحتاجه في معدلة المستوى وعملنا اوضاع بين المستقيم والمستقيم والمستقيم والمستوى ان شاء الله كده نتقابل مع اخر الدرس في العندسة الفراغية وان شاء الله مش فاضل قال ان احنا نحل على الوحدة الاولى والوحدة التانية ونعمل بعد الدرس الجاي ان شاء الله مراجعة الوحدة التانية ونشوفك على خير والتوفيق إن شاء الله